السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا مجددا معنا في قناتكم لا حياء في الدين آثار نصف قرن من تغيير المناخ نازا وكالة نازا الفضائية الأمريكية ترصد التحول الكارثي في جزيرة جرينلاند الدانيماركية رصدت صور الأقمار الصناعية تابعة لنازا التحول الصارخ للأنهار الجليدية في جرينلاند وذلك بمقارنة سطح المنطقة المغطى بالجليد سابقا منذ 50 عاما بالمظهر الصخري المؤكد اليوم وقال كريستوفر شومان وهو عالم الجليد في جامعة ماريلاند هناك الكثير من الصخور العارية المرئية الآن والتي كانت مغطاة بالجليد كل هذه الأنهار الجليدية الصغيرة تتعرض للتغيير وكذلك أكبرها مثل ميدغارد وفينريس وهيلهيم وقالت وكالة نازا إن نهر هيلهيم الجليدي أحد أكبر الأنهار والأسرع دوابان في جرينلاند تراجع بالفعل نحو حوالي 7.5 كم في حين تراجعت منطقة ميدغارد الجليدية مسافة 16 كم وفي بيان صادر أوضحت نازا بالقول مشروع نازا لمحيطات جرينلاند الذائبة اطلق طائرة فوق منطقة المياه المفتوحة وأسقط مسبارا لقياس درجة الحرارة حيث اكتشف وجود مياه دافئة في مقدمة الجليد وتقول وكالة الفضاء الأمريكية أن الارتفاع غير المعتاد في درجة الحرارة هو السبب في الظاهرة وفي وقت سابق من هذا الصيف ذاب نحو 90% من سطح الغطاء الجليدي في جرينلاند خلال الفترة بين 30 يوليو و2 أغسطس بالإضافة إلى انهيار ما يقدر بـ 55 مليار طن من الثلوج في الجزيرة والمحيط وفقا للمركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد وكشفت البيانات أن جرينلاند فقدت حوالي 11 مليار طن من الجليد في يوم واحد فقط وهو أمر مثير للقلق وكشفت البيانات أن جرينلاند بعد ذوبان الغطاء الجليدي فيها هي أحد العلامات الأكثر وضوحا للتغيير المناخي الناجم عن حرق الوقود الأحفوري الذي ساهم في ارتفاع منسوب مياه البحر بسرعة ما يعرض العديد من المناطق الساحلية للخطر ويحذر الخبراء من أنه إذا ذابت الصفحة الجليدية في جرينلاند بالكامل فقد تضيف 20 قدما أو أكثر إلى مستوى سطح البحر العالمي وبعد القر القطبية الجنوبية يحتوي الغطاء الجليدي في جرينلاند على ثاني أكبر كتلة من المياه العدبة المجمدة في العالم وتبلغ مساحة الغطاء الجليدي 1.700.000 كم مربع أو نحو 80% من مساحة جرينلاند وعلى الرغم من هذا الثوبان السريع استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع وكشفت دراسة حديثة صادر عن أمم المتحدة أنه حتى إذا تماشت إجراءة الحد من انبعاثات مع اتفاقية باريس وهي اتفاقية المناخ العالمية التي تضم حوالي 174 دولة حول العالم فإن درجات الحرارة العالمية ستستمر في الارتفاع ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية خلال الثلاثون سنة المقبلة مصدر هذا الفيديو هو مجلة ديلي ميل البريطانية سلام مصدر هذا الفيديو هو مقابل